أنه النهاردة ريس كرم الشيخ محمد شعبان جعفر كرمه بعد أنفاز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا الرجل المحترم هذا الرجل الجليل اللي بيقرأ كتاب الله قال أنا أمنية أن أنا مسأل مصر دوليا ومسأل الأعلى الشيخ المنشاوي الله أكبر شيخ المنشاوي ده بقى واحد من أهم 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 أعلام مملكة التلاوة طبعا إحنا عارفين أنه التلاوة يعني القراء المصريين حاجة عظيمة لأبعد الحدود وهنا برضو لازم تاخد بالك أنه القراء المصريين هم شكل من أشكال الحضارة والثقافة المصرية إزاي إحنا بنتلو القرآن بطريقتنا بأسلوبنا بمدرستنا إلى آخر وهي تختلف بالكامل عن المدارس الأخرى وده بطبيعة الحال إلا أنه سبحان الله العظيم المدرسة المصري مملكة التلاوة زي ما إحنا بنحب دايما نسميها وبصراحة هي فعلا كده يعني إحنا أصحاب هذه المملكة ومتربعين على عرشها كقراء مصريين هي الأكثر قبولا وفي رأيي أنا القرآن دائما لازم يدفعك للخشوع يعني بس بصوت المصريين سبحان الله العظيم حاجة تانية معي على التليفون مولانا الشيخ محمد شعبان وهو الفائز باق المركز الأول في المسابقة العالمية لقرآن الكريم أهلا بيك وكل سنة وانت طيب أهلا سلام أستاذ يوسف زي الصحة كله تماما الله يحفظه أستاذ يوسف مبروك على المركز الأول كمان دا أنا سعد جدا محتردك والله لا دا إحنا أسعد دا إحنا يعني نلنا البركة والله ربنا يخليك الله يحفظك كلمني الأول على فوزك بالمركز الأول هل كان متوقعا والله أستاذ يوسف يعني المسابقة يعني بسم الله ما شاء الله يعني على أعلى مستوى يعني كامتحانات كتصفيات يعني كان في تصفيات محلية الأول ويربنا أكرمني وأخذت المركز الأول على مستوى الجمهورية ثم دخلت المسابقة العالمية ونفست مع أكثر من 68 متسابق على مستوى العالم وأحصلت على المركز الأول بفضل الله فطبعا المسابقة العالمية المصرية تختلف عن أي مسابقة عالمية على مستوى العالم أنها تمتاز بالشفافية والحيادية يعني قدام العالم كله فأنتم يعني الدرجات بترزي قدام العالم كله على الشاشات وكمان فيه امتحانات تحريرية يعني ما فيش مسبقة في العالم في قرآنية فيها امتحانات تحريرية إلا هنا يعني إلا في مصر يعني ضمانا لنزهوة الشفافية فأنا شاكر شاكر لسيادة الرئيس على دعمه وعلى يعني وقفته مع أهل القرآن الكريم وتشجيعه لأهل القرآن الكريم ورعاية المسابقة وبشكو سيادة الوزير وزير الروقاف يعني صراحة يعني بذل مجهود رائع وجميل في إنجاح هذه المسابقة العالمية مين كان أبرز منافسيك؟ أفدم يعني كان داخل معايا من مصر يعني أستاذ أسمال باز كان داخل معايا برض منافسة في نفس الفرع في الفرع الأول وكان معايا من منافسين من يعني جماعة العالم يعني أقوية برضو وكذا فربنا أكرم أن يعني بالفوز بس بعد عناء شديد بعد مذاكرة بعد مراجعة يعني طيلت يعني أكثر من عشر سنين أحضر لهذه المسابقة الله أكبر عشر سنين؟ نعم 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 فانتم ما شاء الله كان إيه طبيعة التحميرات؟ يعني المسابقة ما جاتش من من سنة أو من سنتين لأ يعني أنا أحضر لهذه المسابقة منذ أكثر من عشر سنين ده جهد رهيب جهد رهيب لأن يا فانتم من المسابقة يعني مش قرآن مش حفظ القرآن فقط لا ده المسابقة حفظ وفهم وتفسير ومقاصد ومعاني وبيان تجويد يعني المسابقة يعني تشمل يعني حاجة كثيرة يعني يعني ما كانتش بس في مجرد التلاوة ولا التجويد دي في كافة فروع القرآن الكريم المسابقة المصرية فانتم يعني ده اختلف عن أي مسابقة عالمية أخرى يعني لذلك أنا شاكر والله جدا ست الوزيرة على يعني وضع الانتحانات آه نعم نعم ماشا الله يعني حاجة جميلة جدا صراحة يعني ربنا وفقك دايما ووفقنا جميعا ألف ألف شكر ليك وكل عام وانت بخير وألف مليون مبروك مرة تانية الشيخ محمد شعبان جعفر وهو الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم وتم تكريمه النهاردة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي